الوطنية هذا موعد الانترفيو توتسويت سعيدة جدا باستقبال عضو هيئة الانتخابات ايمين بغطاس في الانترفيو الانترفيو مع زينا سيا ايمين اهلا وسهلا تحياتي مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة مرحبا بك اخت زينا شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع متابعي الإضاءة الوطنية عدة نقاط بيود نفتح معك في علاقة بخمسايم تقريبا عن اليوم على انتلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي تتواصل مليو إلى يوم صمت الانتخابي ثم نهار 6 اكتوبر الاقتراع ولكن قمنا ندخل في التفاصيل استعداداتكم هل هناك تجاوزات وخروقات سجلتوها ام لا نفتح معك قوس الجدل اللي على ما يبدو محبشي يغلق القوس هذا بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية شكرا هو ان شاء الله ينتهي هذا الجدل هو جدل خلينا نكون واضحيا هو جدل قانوني نقاشات من جميع الاتجاهات لكن نحن ديما نأكد ونقوله كون عمل الهيئة العالية المستقلة للانتخابات كمؤسسة دستورية اليوم مؤتمنة على تنظيم الانتخابات وأي استحقاق انتخابي عندها ضوابط قانونية تخدم بها انتلاقا من دستور الجمهورية التونسية إلى بقية القوانين النافضة يعني عملها من نجم يكون كان قانوني والقانون الانتخابي بطبيعة للمؤسسة القضائية دور رقابي على جوانب مناء الاستحقاق الانتخابي يمكن قوله المؤسسة القضائية راه نحكيه على القضاء الإداري القضاء العدلي والقضاء المالي اللي دورهم الرقابي يكون في جانب سابق متزامن ولاحق للعملية الانتخابية يعني اليوم ما فمش كان القضاء الإداري في رقابة الانتخابات اليوم الجدل اللي صار هو بعد صدور قرارات الجلسة العامة المحكمة الإدارية ومسألة تنفيذ تلك القرارات من قبل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات نعرف القانون الانتخابي واضح كونه يعطي مهلة 48 ساعة للجلسة العامة من تاريخ إصدار الحكم لتبليغ الأحكام يعني اليوم الهيئة كجهة تنفيذ هي مطالبة بتنفيذ على أساس فما يجب أن يكون موجود حكم كسند تنفيذي صار الجدل حول المنطوق وحول الحكم وكان موقفنا واضح كونه المنطوق اللي ورد علينا فيه جانب من الغموض وجانب من النقص بمعنى خلينا نتفقى والحاجة كونه الهيئة العلية المستقلة للانتخابات لم ترفض التنفيذ لأن القانون المحكمة الإدارية يقول عدم تنفيذ يتحدث على عدم التنفيذ المقصود وما يمكنش اليوم بش نقبله كونه مؤسسة دستورية ترفض تنفيذ أحكام لكن الوضعية اللي نحن فيه هي وضعية استحالة تنفيذ شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ عدم التنفيذ المقصود يعني يجيك الحكم حسب الإجراءات اللي يقتذاها القانون وترفض تنفيذه هذا هو عدم التنفيذ المقصود واللي نص عليه قانون المحكمة الإدارية سيبالكا؟ 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 أم من الآن كانت هناك استحالة قانونية للتنفيذ هي الوضعية اللي نحن فيها الاستحالة من جاءت جاءت من كونه تم تبليغنا خلال 48 ساعة فقط بمنطوق المنطوق لم يتضمن صراحة ترتيب الأثار القانونية لم يتضمن إدراج يقول لك المتراشعة هذي تلغي قرارك وتدرجه لم يتضمن لكنه ثم غموث وبالتالي في غياب الأحكام اللي هي السند التنفيذي طول يوم مواطن تحكم له المحكمة كيبش يمشي ينفذ مينفذش منطوق ينفذ بحكم اللي هي اللائحة هذيك هي السند التنفيذي هذا كان غايب لذلك تحطينا في وضعية استحالة تنفيذ مش رفض تنفيذ والدليل القرار اللي مشيت فيه الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بعد معاينة تعذر التنفيذ أو استحالة التنفيذ أم بعد صدور الأحكام وبعد لحقة الأحكام بعد ما الهيئة ومجلس الهيئة اجتماع وصادق على القائمة النهائية ضمن ثلاثة مترشحين أم بعدها شنو اصدر قرار في شرح منطوق الحكم وش معناه قولوا قرار في شرح منطوق الحكم يناجم كي يصدر المنطوق فيه غموظ من له الصفة يتوجه لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم ويطلب شرح ذلك المنطوق إذا كان المنطوق واضح فإنه يتم رفض الشرح ما تشرحش المحكمة حاجة واضحة إذا كان المنطوق فيه غموظ تتولى الشرح وهي وضعية الحال يعني قرار الشرح اللي اصدر على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية نفسها اللي أصدرت الحكم في خصوص الترشحات هي نفسها بقابولها لشرح الحكم إقرارا بما ذهبت إليه الهيئة كونه المنطوق فيه غموظ ثم الشرح يصدر على المحكمة الإدارية لا يمكن للمحكمة الإدارية أثناء شرح منطوق حكم أن تغير في المنطوق ذلك زيادة أو نقصان هذا بالقانون المحكمة الإدارية فضل عنها قبلة الشرح بمؤكد كونه المنطوق فيه غموظ أضافت عبارة الإدراج اللي نحن قلناها من لول المنطوق الحكم لم يتضمن صراحة إدراج يعني اليوم بعد زادتكم في البيانة متاحة هذا يصدر في خصوص لا لا أصدر على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قرار شرح نفس هي نفس الهيئة اللي أصدرت الحكم يعني هذا ما يأكد مرة أخرى سلامة القرار اللي اتخذته الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر أثناء الأعلان على القائمة النهائية المترشحين يعني هذا الجدل اللي صار واسمعناه من أكاديميين من حقوقيين حتى من قضاة أنفسهم والحال أخد زينا خلينا نكون واضحين هل هناك تجني تعتبر الهيئة اليوم أنه صار عليها تجني ربما أو حملة شعوائضة نحن ما ندخلوش في كما قال في الحكم على النواية نحن نخدم بضوابط قانونية والعلاقة بين المؤسسات يضبطها القانون وتضبطها خاصة مبدأ دستوري هي مبدأ وحدة الدولة اليوم القضاء من مفروض المحكمة كي تصدر حكم وتبلغ به وفق الإجراءة القانونية ينتهي دور القضاء المسائل التنفيذية لا يدخل فيها القضاء يكونوا واضحين ينتهي دور يعني اليوم كي نشوفوا يكون عندوا الحق في التعليق على الأحكام كي تصدر أحكام الأطراف المعنية بها الحقوقيين الأعلميين المجتمع المدني هذا مقبول لكن من غير مقبول وهذا تعلمناه من رؤسائنا وانتراج القانون بالأساس كأساسا رؤسائنا في القضاء وفي المحكمة الإدارية لا يجوز للقاضي بعد أن يصرح بحكمه ويبلغه يخرج في الأعلام يدفع عليه لماذا؟ على خاطر الحكم المفروض يصدر متضمن أسباب اتخاذه وما يتضمن كذلك التعليل كيف تخرج أنت اليوم كقاضي تدافع الحكم هذيك شنو تعطي؟ تعطي شك في الحكم هذيك وتمس حتى الثقة المشروعة من المواطن في القضاء ينتهي دور المحكمة بإصدارها للأحكام وتبليغها وفق الإجراءات القانونية مسألة التنفيذ هي للجهة المخاطبة في الوضعية الحال هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لأنه كي نرجع اليوم المحكمة الإدارية تعهدها بالنزاعات وعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مجال الانتخابات من مدة من سنوات بل بالعكس نحن كهيئة عليا مستقلة للانتخابات حتى في عملنا في قراراتنا الترتيبية كي تصدر دي ما ناخذ بعين الاعتبار منتهى له فقه القضاء المحكمة الإدارية لكن اليوم نحن في وضعية استحالة قانونية للتنفيذ ونأكد حاجة أخرى كون رقابة القضائية على العملية الانتخابية وأي استحقاق انتخابية رهي رقابة من القضاء الإداري من القضاء العدلي ومن القضاء المالي ويؤخذ بعين الاعتبار في أعمال الهيئة جميع ما ينتهي إليه القضاء عموما بالتالي الولاية كاملة اليوم في سير العمليات الانتخابية الرئاسية واللي قبلها واللي جاي هذا اللي اعطاه القانون انطلاقا من الدستور للهيئة العلية المستقلة للانتخابات في تعاون مع جميع المؤسسات المداخلة في شأن الانتخابي بما فيها المؤسسات القضائية وبالعكس الهيئة العلية المستقلة للانتخابات ومجلسها ما يحسبوا له هو احترام القانون انطلاقا حتى من وقت بدال جدل على حول التزكيات نعم وكونه كيفاش كانت تصير في الاستحقاقات الانتخابية بالعكس بموجب القرار الترتيبي والسلطة الترتيبية المخولة للهيئة الدخلنا بش حطينا ضوابط جديدة لمنع أكثر ما يمكن التلاعب بالتزكيات وبالتالي التلاعب بإرادة الناخبين وهذه مسؤولية الهيئة لأنه اليوم خلينا نقوله حاجة أيام 4 أو 5 أو 6 أكتوبر بالخارج ويوم 6 أكتوبر بالداخل فما اليوم مسؤولية اليوم الناخب كيفش يمشي في التاريخ هذيك يفترض أنه بش يلقى مترشحين على قائمة التصويت تم استفاء والاستجابة لجميع الشورط القانونية مسؤولية شكون في الوضعية هذي هي مسؤولية الهيئة وهذا كعليس عنا حرص كبير على انفاذ القانون واحترام القانون تبقى كما قلنا فما جدا اللي يصير فما من يمشي في اتجاه أو اتجاه آخر يبقى اليوم نقاشات تكون في مستوى أول هي نقاشات نجم تكون عندها قيمة نظارية كما قيمة تطبيقية في مرحلة أخرى لكن التزيد في النقاشات نسميه نحن نوع من التزيد والطرف القانوني الذي لا يفيده أحد التزيد في النقاشات نفهم هذا ردكم اليوم كهيئة على الناس اللي اتهمت الهيئة بالاستيلاء على صلاحيات أطرف أخرى مثلا الهيئة لا تستولي على أي صلاحيات الصلاحيات راهوا يضبطها القانون مش نحن اليوم مش نعطيه لرواحنا صلاحيات قانون اللي هو الفاصل 134 من الدستور والمرسوم بعد الدستور الضابط فما الأساسا الدستور كما قلنا وبقيت القوانين بما فيها القانون الانتخابي والقانون اللي نظم عمل الهيئة اللي اعطاها السلطة الترتيبية ما فيماش اختصاصات تمارس خارج الضابط القانونية تبقى اليوم إذا كان فيما قراءات كل قراءة يجب أن تكون مبنية على الأصوص القانونية في خلاف ذلك راهوا تزيد قانوني والتزيد هذية خلينا نكون واضحين في عملية انتخابية وخاصة في المرحلة هذية اللي هي أهم مرحلة في تقديرنا على أهمية بقية المرحل اللي هي الحملة الانتخابية لماذا؟ خاطر في المرحلة هذية في انطلاق الحملة الانتخابية اللي انطلقت في 12 سبتمبر بالخارج و14 سبتمبر بالداخل هي اللقاء اللي بشيكون مباشر بين المترشح والناخب كي نقوله الناخب راهوا هو جوهر العملية الانتخابية ياخي لويش نعمل في انتخابات سواء رئاسية أو بلدية أو تشريعية لأنه بش نمكنه المواطن اللي هو والناخب والناخب التونسية اللي هو ما عندهم أصحاب السلطة وأصحاب السيادة بشي انتخبوا نواب بشي مارسوا وظائف وفق اختيارات ذلك الناخب اليوم المرحلة هذية مرحلة حملة انتخابية هي مرحلة يلتقي فيها المترشح مباشرة أو عن طريق مساعديه أو ممثليه بشي قدم برنامجه لشيكون للناخب والناخب التونسية بشيكون عندها الاختيار في تقديرنا فما جدل يلزم اليوم ينتهي ينتهي علاش على خاطر اليوم العمل كما قلت في مؤسسة الدولة هي من منطلق المسئولية والعلاقة بين مؤسسة الدولة يحكمها مبدأ دستوري هي مبدأ وحدة الدولة نخليه اليوم المترشح في عملية اتصالية مع الناخب نخليه الناخب بيدو ياخو وقتو بش يسمع البرامج الانتخابية ويواكب الأنشطة هذيك بش يعرف نهار ستة اكتوبر وقت بش توجه لصناديق الاختراح يعرف شكون ينتخب والتونسي والتونسية نهارت بش توجه لصناديق الاختراح راه الجدل هذي موش بش يكون في اذهانهم اليوم بارش جدل قانوني فهمت على اهميته النظرية اليوم تطبيقيا ما عاش عنده حتى فايدة ورزنامة تم ضبطها واليوم نحن في العد التنازل ستة اكتوبر سي في الدورة وصل يعني اليوم السير الطبيعي بتوى في حملة انتخابية اللي مفتوحة للمترشح مع الناخب وفي اتار استعداداتكم اليوم خمسة يم عن انتليق الحملة الرئاسية كنت استعدتوا ما قبل وما زلت استعداداتكم متواصلة في هيئة الانتخابات خمسة يم نجمو قولوا ما فمش ولا فم خلقات وبعض التجارزات اللي تم تجيله هو بطبيعة كل مرحلة من الرزنامة الانتخابية تضبطها قرار ترتيبي فمقار ترتيبي بطبيعة سبقة الحملة الانتخابية اللي هو حدد ضوابط الحملة الانتخابية ضوابط هذه محمولة على المترشحين على الناخبين على جميع المداخلين في العملية الانتخابية على وسائل الاعلام المجتمع المدني يعني عندها ضوابط كن قولوا ضوابط شمعناه؟ معناه اليوم انت كمترشح بش تقوم بحملتك الانتخابية فما عندك واجب الاعلام قبل 48 ساعة تعلم الهيئة كونه مكان النشاط وموضوع النشاط بش يتم رقابة على ذلك النشاط شمعناه رقابة على ذلك النشاط من حيث المحتوى ومن حيث التمويل نعرفه اليوم كنقوله صار جدل على مستوى التمويل في علاقة بلي ضبطته الهيئة فبعض اللي تعتبروه هذا مشحف الأسعار واللي يضبطوها لحقيقة مكانتشي أو ما هيشي متلائمة مع الأسعار في الفيغتويل في على أرض الواقع فمشكون ردها محلتها نادروا يقولها عليش الهيئة تضبط بالأساس فبتعتك الصحة سؤالك في محله اليوم راهو كنقوله نشاط مش نشاط في المحتوى فقط مش رقبوش النشاط بركة في المحتوى أكيد رقبوه في المحتوى إنه ما يكونش فيه خطاب فيه دعوة الكراهية فما مساس من ذوات المترشحين الناخبين يعني فما ضوابط اللي هي تحكم كل عملية انتخابية وفما زاد التمويل اليوم كنقوله تمويل فما زاد ضوابط بخصوص تمويل التمويل ما يكونش بالإضافة إنه ما فماش تمويل عمومي ما يكونش مصدره مشبوه ما يكونش مصدره فاسد وما يكونش تمويل أجنبي وما يفوتش الصقف فما أمر صدر المودة اللي فاتت حدد صقف الانفاق يعني اليوم المترشح هو عالي دراي بذلك الصقف لكن الصقف هذيك كي بش تراقبه وانتي اليوم كأعوان هيئة عليا مستقلة الانتخابات بش تصير فيه تقدير انتي عملت نشاط اليوم كريت قاعة استعدعيت عباد قدمت لهم حاجات معينة كل حاجة وكل عنصر مادي توجد في العملية هذيك فكل النشاط عنده تقدير هذيك عليش فما جدول يتم تقدير بتاع أسعار والجدول هذيه والطريقة لخدمة به الهيئة راه استأنسنا بما انتهت إليه محكمة المحاسبات في هذا الغرض وكذلك المحكمة الإدارية في وضعيات تعونت متعلقة بالتمويل والإنفاق يعني يلزم فما أسعار مرجعية اليوم كامترشحة بش تقول لي مثلا استعملت قداش من سيارة واستعملت قداش من كرسي واستعملت الفاضاء وبقداش كريتو فما مرجع شمع لها؟ يعني اليوم انتي بش تقدم بطبيعة كامترشح غدوة الوثائق المحاسبية كي بش تقول لي استعملت هذي بكذا ثمان المرجع فما نتفق عليه والمرجع هذيك الأثمان هذيك تم تحديدها ودراستها ومراجعتها مع هياك القطاعية معناه اللي هي مسؤولة تم ضبط الأسعار هذيك واللي هي معدلات يعني أكيد كي ناخده نحن ثمان معين بش تلقاهه يختلف من المنطقة إلى أخرى لكن في المعدل هذيك هو المعمول به سقف الانفاق كذلك تم تحديده بموجب أمر وابدينا رأينا في الموضوع هذي بالاعتبار لبقيت المسارات الانتخابية اللي صارت وشوفنا الانفاق الحقيقي من أغلبية المترشحين تو نلقوه في حدود السقف هذيك وأقل منه لذلك تم ضبط سقف الانفاق في الدور الأول 150 ألف دينار ومئة ألف دينار في الدور الثاني بطبيعة هذي الضوابت كنقوله اليوم الانفاق زادة باش ميكونش اليوم مش تكون ناس كل ما تقاربه وفي نفس الوضعية مش لعنده الإمكانيات يكتسح ولأخر ما ينجمش يقول بنشاط الخاطر ما عندوش الإمكانيات الحملة وكل نشاط وكما قلنا هذيك أثمان مرجعية لأنه فما دي زمني فما مرجع ناخذ بعين الاعتبار في التقييم أكيد قلنا فما الأثمان من بلاسة لبلاسة تتغير لكن هذيك هو المعدل يعني كيف يكون عندي في تقييمي المالي للنشاط هذيك وللحملة بعد ما تكمل عندي مرجع نعتمد في التقدير باش ميكونش تقدير هك جوزافي كيفاش باش تقدر وهذا قلنا يعني انتهينا ليه للملاحظات اللي اخذيناها من محكمة المحاسبات وكذلك ما انتهت إليه فقه قضاء المحكمة الإدارية في الباب هذا بالذات ونذكره فما نزاعات صارت والهيئة العليا المستقلة للانتخابات شافت في تقديرها كونه مترشحين ثاقوا سقف المسموح به بالانفاق مثلا المحكمة الإدارية كان جاوبها واضح في 2019 هذا مثلا صارت حتى في الانتخابات التشريعية نفس الشيء معناها المحكمة الإدارية وقتها شو كان جاوبها تقولك أنت اليوم كهيئة قدرت القيمة الجملية للنشاط الانتخابي ما هو مرجعك في ذلك ما كانش فما مرجع اداركنا الموضوع المرة هذه وهو فما مرجع في الأثمان دونك ما فمش خروقات فمش تجاوزات حتى توقع باش نكون واضحين بداية الانشطة لكن الخروقات لا ترتقي حاليا إلى مستوى الجريمة الانتخابية وكل هي متعلقة أساسا أنه فما أنشطة ما يتمش الأعلام بها قبل ما تصير هذه اللي تخذوا فيها فقط لفت نظر أو تنبيه على المترشح أو كذلك وضعية أحد المترشحين اللي قام بحملته في وسائل أعلام أجنابية واللي هو يمنع القانون هذوما مبدئين الوضعيات والمخالفات اللي صارت يعني هي مخالفات صدت لها الهيئة بموجب لفت نظر أو تنبيه للمترشحين يعني ما فماش لحد الآن كالمخالفات اللي ترتقي للجريمة الانتخابية كنقوله جريمة الانتخابية اللي تمس من نزاهة ومصداقية العمالية الانتخابية هذهم هم المحاذير الكبيرة نلقاه كذلك في الجانب التمويل علش نأكدوا على جانب التمويل اليوم شفنا في انتخابات سابقة والخرقات اللي تصير والتمويلات اللي تصير وتمويلات الصفحات الممولة هذك علش اليوم كيفش نحكيه على راهو سلامة مصار انتخابي في جانب والإيداري في سلامة الترشحات وكذلك في سلامة وانظافة الحملة الانتخابية كما قلنا والمحاذير الكبرى هي المال الأجنبي المال المشبوه المجهول المصدر المال المشبوه المجهول المصدر اللي لهيئة الانتخابات في بيان لها رفضت اعتماد بعض الجمعيات والملاحظين والتبرير كان من جهة رسمية تأكدت لها وأنه تلقت هذه الجمعيات البعض اللي لفضتهم أموال ضخمة مشبوهة الجهة الرسمية هل هي جهة قضائية أو بنكية؟ هي جهة بنكية البنك المركزي البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية اللي هم الجهات الرسمية والمسؤولين على الأموال الجيمة البرة واللي تمشي للجمعيات وغيرهم ونعرف اليوم كذلك في المحاذير الكبرى في تمويل الحملة الانتخابية أن المترشح ما يعمل كان على موارده الذاتية أو الخاصة الذاتية هي أمواله الخاصة والتمويل الخاص من شكول من أشخاص الطبيعيين ما يمكنش اليوم التمويل حملة انتخابية من ذوات معناوية مؤسسات أو شركات أو جمعيات أو أحزاب به كيف كيف بالنسبة للجمعيات اليوم الاعتمادات مفتوحة لكل من طلبها من مجتمع مدني من أعلام من ضيوف من شخصيات من ممثلين المترشحين كل من طلب اخذها الاعتماد متاعه بالطبيعة اسناد الاعتماد يضطه كذلك القانون بالإضافة إلى أنه اللي بشيخ الاعتماد يلتزم كذلك بالضوابط القانونية هذه بمبدأ الحيات فإنه يكون وضعية الجمعيات أو الأحزاب يجب أن يكون تمويلها واضح نحن اليوم كهيئة عليا مستقلة للانتخابات كيف تجينا مراسلات رسمية من جهات مالية حول وجود شبهة نعم نجمش نقدم اعتماد اللي هما يتلاقوا في تمويلات من الخارج هو ما يكفيش شبهة تجي من تمويلات من الخارج فقط حتى حجم التمويلات وزمن تلقيها هذا اليوم نحن زمن تلقيها لقيته في اللي يقدمو لكم اعتمادات شكون مؤخرا مازال كفير تلقع تمويلات ضخمة ومشبوح زمنت مع بداية الانتخابات بمبالغ كبيرة لكن خلينا نأكدوا على حاجة نحن تدخلنا في هذا في علاقة باسناد الاعتماد فقط يعني التحقق والبحث في مصادر التمويل وسلامة التمويل هذك هو من انظار القضاء ليس من انظار الهيئة نحن مجال تدخلنا على مستوى فقط منح الاعتماد ومش فقط التمويل حتى على مستوى الحيات اليوم انت منظمة او جمعية تطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحك اعتماد لملاحظة الانتخابات في جميع مراحلها فما عليك واجب الحيات شمعنية واجب الحيات يفترض انك تقف على نفس المسافة مع كل المترشحين تحت رم جميع المداخلين وعلى رأسهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اذا كان نحن نلقاه جمعية او منظمة ناشاتها على صفحاتها ليلة نهارا مش نقد الهيئة لكن نسبة امور ومغالطات في جهة الهيئة يعني هذا نشوفوها انشطة يعني واضحة استهداف تعتبروا استهداف استهداف وخرق واضح للحيات اليوم انت تخرق الحيات وتجيب اعتماد منسلمكش انت باعتبارك خرقت القانون اليوم كنا نلقاه منظمات وجمعيات في انشطتها وفي تصريحاتها وكل تصنف انها تابعة مترشح او ضد مترشح بعيني هي والحال انه يفترض انك تلاحظ عملية انتخابية تقف على نفس المسافة مع جميع المترشحين لانك مكش تعرف انت في العملية الانتخابية لا تكون لا ضد مترشح ولا معه مترشح يفترض فيك الحيات خاصة الاخلال بيواجب الحيات راه هو حاجة مهمة وواجب الحيات هذا يحكمها على جميع المتداخلين نحن بيدينك هي اولية مستقلة الانتخابات هوا عنا ادارة من اعوان قرين من اعوان ضرفيين اول مبدأ يلزم يلتزموا به الكل هو مبدأ الحيات في التعامل مع جميع المداخلين مع جميع المترشحين وكل من طلب خدمة في علاقة بالانتخابات نقطة ايضا في بينكم الاخير سيبو غتاس صارت حولها بعض النقاط الاستفهام بين من ذهب إلى تأويلة بين اللي مفهمهش في نفس البيانة التي تحدثت فيها على تمويلات مشبوهة قلتوا ان هناك بعض الجمعيات تتواصل او تتلقى تمويلات مشبوهة من اطراف لا تربط علاقات دبلوماسية بالدولة التونسية هذا نحن قلنا علش نعتمده مش وحدنا نقولوه فورا وذلك بناء على مراسلات من جهاتنا الرسمية في الدولة التونسية يعني مش تأويلات خاصة او تقارير خاصة هي مراسلات رسمية من مؤسسات الرسمية للدولة بما يعطينا انه فما شبهة حول التمويل هذك بالاضافة الى خرق واجب الحيات في الحالة هذه ممنحنش الاعتماد لكن اكدو كونه علاقتنا في الموضوع هذا في حدود منح او عدم منح او سحب الاعتماد يعني بقية الجوانب في التحقق من الجانب المالي هذا ومصدره والغايات منه وشكون الاطراف المداخلة فيه هو يكون من انظار القضاء السؤال بمعنى هل انه اللي معناش معهم علاقات دبلوماسية فما بعض الجمعيات ربما تلقات تمويل من الكيين الصهيوني مثلا هذا ان شاء الله اللي نجمه فقط الجهة الوحيدة اللي تنجم جاوبنا على الموضوع هذا هي هو القضاء مش حكيت نعرفه ولا ما نعرفوش نحن كيف جينا المراسلات هذه الرسمية ناخذ الجانب في علاقة بمنح الاعتماد في اختصاصنا نحن ملج جهة قضائية نحن ناخذ في علاقة مهم منح الاعتماد هذي كمجال اختصاصنا التحقق ومآلات وترتيب اثار القانوني هو اختصاص القضاء هو اللي يرتب الاثار القانوني الناخب التونسي اليوم شو اللي في الخارج شنه اموره بديت في كيفش بشي تصير الانتخابات هل فما تغييرات اليوم في الرئاسي وتسهيل مكاتب الاقتراع للناخب في الخارج فعلا ونعرفو كونه طول حملة الانتخابية بديت في الخارج منذ 12 سبتمبر تواصل الى حدود 2 اكتوبر يوم 3 اكتوبر هو الصمت الانتخابي بالخارج 4-5-6 اكتوبر ايام الاقتراع بالخارج المرة هذه عندنا اول حاجة السجيل الانتخابي بالخارج فيه تقريبا بين التسجيل الارادي والآلي اكثر من 26 الف ناخب وناخبة تونسية بالخارج 5-10 هيئات تفرعية بالخارج بالاضافة الى منسقين واعوان تحطوا على ذمة الهيئات بالخارج 6-جديد المرة هذه بالنسبة للتسويت للناخبين بالخارج هو كونه مبدأ التسويت الحر 6-جديد المرة الانتخابي بمعنى كيف كانت الوضعية واخذينا بعين الاعتبار تباعد مركز الاقتراع وتواجد التونسيين التونسيين انه التونسي اللي يكون مسجل في مكتب اقتراع في العادة كما هو معمول به في الداخل يوم الاقتراع منيجي مصوت كان في المركز هذيك والمكتب هذيك 7-جديد المرة هذية كل تونسي مسجل موجود في السجل الانتخابي وعنده بطاقة هاوية سواء جواز صفر او بطاقة عريف يكون مسجل البرا ولا الداخل وأيام الاقتراع 4-5-6 يكون موجود بالخارج أي مكتب اقتراع موجود يعطيه الحق انه يدخل وينتخب يمارس حقه الانتخاب معناها اليوم مواطن موجود في تونس جاتوا خدمة بتخرج للخارج نهار الاقتراع في أباوه انه موجود في الخارج ينجم ينتخب يستدهر حتى كان مش مسجل في مركز اقتراع بالخارج وفي ايام الاقتراع هو موجود للخارج لسبب او لاخر اي مكتب اقتراع يلقاه في الخارج ينجم يدخل ويصوت العكس اللي جاي من الخارج وهم سجل وجيتوا من اغراب العكس لا خاطر كامشي توجد في تونس يولي مربوط بالمركز امتاعه لكن اذا كان اي تونسي مقيم بالخارج سواء بصفة دائمة او بصفة ظرفية ينجم ينتخب في اي مركز اقتراع وفي هذا في الاطار هذا تحطي التطبيقات اعلامية باش عليش باش ميسيرش مرة اخرى الانتخاب يعني اليوم مواطن تونسي امشي صوت نهار اربعة اليوم الاول من الاقتراع مباشرة اذا كان صوت خارج المركز امتاعه في مركز اخر يتم صحب الاسم من المركز الاصلي يعني كنقوله نهار ستة امشي المركز الاصلي متاعه موش بشي ناجم يصوت الخاتر بشي يلقى اسمه تحذف من السجل في المركز هليك تأمين بطبيعة باش ميصيرش تصويت مرتي وهذا مفتوح للتونس الكل اللي موجودين ومساجدين نقلنا اكثر من ستمية وعشرين الف ناخب بالخارج هذا في اطار قلنا المرونة بطبيعة حطينا فيما هيئات فرعية موجودة في الخارج في اليامات القليلة الفارطة تنقلنا الى العاصمة الاوروبية بروكسيل لتركيز الهيئة بروكسيل اللي هي تعنى بتقريب واحدة وعشرين دولة اوروبية كانت انها جلسة عمل مع ادارة الانتخابات في بلجيكا اللي تشرف عليها وزارة الدخلية البلجيكية تبادلنا الاراء في خصوص تجربة تونسية وتجربتهم في بلجيك وخاصة بروكسيل عاصمة الاتحاد الاوروبي كذلك تركيز الهيئة الفرعية في فرنسا والحقيقة هي فرصة باش نحييوا الديبلوماسية التونسية اللي موجودة ولي كيمة الادارة التونسية بالداخل كمؤسسات دولة على دورها والاسناد اللي تقدموا للهيئات الفرعية في الجانب اللوجيستي بتبيع في اطار الحياد وعمل الادارة واجبات الحياد المحمول عليها كإدارات البرى وإدارة الداخلية 30 ثانية في عمر الحوار أموركم علاقة الهيئة بالأعلام اليوم بيبقى أنكم عندكم الولاية تامة فم خلقار تجاوزين والله علاقتنا بالأعلام هنا متواجدين معاكم وديما موجودين تحت الطالب بتبيع في المراقبة بتبيع فم ضوابط ما هيش جديدة اليوم خلينا نقولوا الأعلام التونسية وليت عنده دربة يعني برشة محطات انتخابية بتبيع عندها ضوابطها أساسا الحياد في التعامل مع جميع المترشحين في تغطية الأنشطة متاحهم كل وسيلة أعلام عندها برنامج اتصالي وجهته للهيئة بدأت تجرى القرى على مستوى المؤسسات العالمية لقدمة برنامجها الاتصالي لاختيار الترتيب في حضور المترشحين في البرامج الحوارية في الكلمة لن يكون هناك مناظرة بالنسبة للمناظرة قانونا موجودة لكن تبقى أهم عنصر في المناظرة هي ما يقبل به أو ما يدلي به وما يصرح به المترشحين يعني إذا كان هي مبنية أساسا على موافقة المترشحين واضح شكرا جزيلا سعيم البغطاء صعوة هيئة الانتخابات على كل هذه الإيجابات الشافية والظافية شكرا لكم على حسن الاستماع أشمل تحيات زينة زيديو كامل فريق ستوديو الوطنية معايدنا جدد غود وإن شاء الله خليكم مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية فاتكم الانترفيو كاملان تلقاها على صفحتنا اما الستوديو الوطنية وصفحة الإذاعة على غاديو تونيزيان الإذاعة الوطنية الشهي طيبة في لبننا